جي مرات ويحتاج الناس يتأملوا فنقولوا هذا نظري رد بالك نظري جي انت جي تلقى واحد مريض ونقص مثلا مريض عقليا ولا كذا وتدخل عليه مباشرة كأنك تخاطب في إنسان سوي غالط نظري يحتاج إلى نظر تعاقب لوليد الصغير لعمره خمسة سنين كما بيش تعاقب إنسان عمره وربعين سنة عدالة ما تجيش شوف حتى توفي في العدل يقول لك هذا قاصر حتى المحاكم تحكموش تحطو في إصلاحية وتعملوا إصلاح أما تعملوش حكم حكم سجن ثم أمر بالمعروف وناع المكر يحتاج إلى نظر وكثير من الأشياء الآن تحتاج إلى نظر في اللحظة اللي نحن عايشين في طينس تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى خبراء تحتاج إلى حكماء تحتاج إلى نجلة من الحكماء من جميع فئات الشعب التونسي وأحزاب الشعب التونسي وجمعيات الشعب التونسي كل هذه حقها تكون موجودة يكون لدينا لجنة زيادة عن التأسيسي ومجلس نواب ومجلس كذلك يكون لدينا لجنة حكماء في البلاد نباس يستألسوا برأيها حسنا سيدي الأهمية التي تتجلى من خلال الأمر بالمعروف وأنها عن المنكر نتسأل كيف تتجلى في مجتمعاتنا العربية يعني هذه الأهمية كيف تتجلى وكيف تظهر شو تظهر بالتربية بيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المربي الأول معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة ما هي القرآن المعجزة التي تجلت في الكون لأن القرآن أعطاه ربي هو تجلي إلهي القرآن لأنه صفة من صفات الله كلام ربي أما التجلي الفعلي اللي خلاها النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه رب أمه رب أم ذات أخلاق من النساء والرجال أم راشدة أمة قال فيها ربي كنتم خير أمة أخرجت للناس وهذه الأمة مفتوحة على جميع الأجناس والثقافات والثقافات بكلها إذا كان ثم تربية قويمة ننجحه ثم نقطة أخرى التربية يجب أن تركز على التربية الروحية وأعيد هذا الكلام مسطر تحته بالأحمر التربية الروحية النظال مش نظال اجتماعي والسياسي بركة فما النظال الروحي مفقود الآن عند الإنسان الإنسان الآن يخدم أكثر ما يمكن بالحس والطاغي عليه الحس وكثافة الحس ولذة الحس والدنيا والزمان وترك أكل مقاصد الكبرى التي بها كان إنسانا هذه هي اللي يزم تكون توا يزم نعلم الناس يزم المساجد والمدارس والمعاهد والكليات والأحزاب والمنظمات والجمعيات ودوائر الفكر والجامعات هذه يتكون إنسان إنسان يعني إنسان يتميز بإنسانية راشدة مشاكل إنسانية متاع بشي يخرج على التاريخ ويمشي لا يعني ماذا تقصد بالنظار الروحي الرهبة نه مقصدش بالنظار الروحي الرهبة أقصد بالنظار الروحي إرجاع الهوية الحقيقية للإنسان والتي بدأت تضيع الآن وهي هوية أخلاقية أو لا تكون الحال مثلا في مجتمعنا اليوم كيف تره أنت من هذه الناحية الحل الحال في مجتمعنا نحن وفي مجتمعنا نتونس مثلا الحال في مجتمعنا نحن الآن نعم ليس حالا فضيعا يعني بش نقول وراء في منطقة وستان لا عن ناش أمر بالمعروف وعنا نهي على المنكر وعنا وحنا بعاد لا لا ثم ناس تأمر بالمعروف وتنهي على المنكر وعن أسر طيبة وأمهات وآباء ورجال سياسة ورجال فكر ورجال علم وناس في عامة الخلق تشوفها في تونس كي تمشي مرات تلقى واحد كبير يعاونوه تشوف كذا وقعتنا الثورة وقع الأمر بالمعروف أنها المنكر فعلا فعلا تلازمنا تجينا كوارث تلازموا تفاعلنا مع الشعب الليبي في كذا شوف الشعب التونسي فيه خصال عظيمة يعني الأمر المعروف أنها على المنكر من الخصال ومرات تحس أنه يحدث نوع من كأنه إحباط أو غيبوبة يشوف واحد يكسر في الترينو وما يحب ما يقولش يمس أما الأساس اللي نرجع له هو أنه نعمله تربية مشروع ثابت في هذه القضايا لو ثم شعوب ما هيش مسلمة بالرمشة اللي أبان تشوف صور مجسد تجسد الأمر بالمعروف أنها على المنكر تمشي لوروبا وهذا ما يجعلنا نأسف نحن في مجتمعاتنا العربية نحن نحبه ديما أعطيني ليانا الساعة نأمر بالمعروف ونعني على المنكر كيانا ناقص شوية واللفلان يستحق أكثر مني وعطوه أكثر مني ونقول لا أنا ما نحبش ما نأمرش بالمعروف ونعني على المنكر وتولي فما تداعيات لأنه شنو المنطق اللي أدي به غياب الأمر بالمعروف ونعني على المنكر منطق يقول لك أختراسي وضرب أشي يهمك فيه ولكن إذا أيقن الإنسان أن دوره هو الاستخلاف وعليه أن يقوم بأداة هذه الأمان على أحسن وجه أعتقد أنه سيعود إلى الوراء وسيتأكد أنه عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينع على المنكر يعني هذا واجب وليس من الثانويات ومن الجزئيات لا ليس من الثانويات أنا قلت من البداية راه تابع المقصد الأخلاق وتابع المقصد الاجتماع من التكاليف الأساسية التكاليف الأساسية وهو ضرورة علش قلت ردبان ننتبع الحضارة اليونانية في قولها بك كمالات الخلوقية ودي أحنا مش تحدثوا على الكمالات في الإسلام لا لا مش كمالات ضروريات الأخلاق عنصر ضروري في التكوين في بنية التكوين في الهوية هوية الإنسان في كينونة الإنسان نح منه الأخلاق مش تلقى فيه إنهم وكالأنعام تنذيار بأتم معنى الكلمات سبيل نعم وردبان ننقسم هاو شفت أنا قلت لا نقول هاو شارعوا كذا الإسلام حتى الحس لم يفصله عن العقل تشوف حاجة رك تشوفها بعينيك هذه وتشوفها بعقلك زاد بعقلك ولذلك قال ربي لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها الحاسة موجودة ولكن الفعل العقلي امتاحها مش موجود نعم إذن هل يستقيم هو سؤال إنكاري هل يستقيم حال المجتمعات سواء كانت عربية وغير عربي هل يستقيم دون وجود هذه القيمة الأمر بمعروف وأنها يعني المنكر لا يستقيم بالطبع نعم يعني بكل إريحية وبكل رح تصور مجتمع تفاقم فيه المنكر ما معنى تفاقم فيه المنكر تتفاقم فيه الجريمة يتفاقم فيه السرقة يتفاقم فيه تتفاقم فيه كل الظواهر الأخلاقية المرذولة مناكير كما قال القرآن منكر وثم زيادة عن ذلك أين تظهر قيم أكل اللي نقيسوا بها نقيموا بها الأشياء الضياء كيفاش نقيموا أحنا الأشياء هذا إنسان وهذا إنسان كما الصالح كما الطالحة كما الإنسان اللي يخدم ويخدم في بلاده ويخدم في وطنه ويخدم في أمته ويخدم في عائلته ويخدم في شعبه كما إنسان لا من ما قلوش ما ينزل بشي يقوله هذا لأنه ربي قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون عندكم مرجعية تقولكم هذا أي مرجعية تقولكم بأن الأمر بالمعروف والنهي على المنكر سواء أي مرجعية تقولك بأن مجتمع فيه الأمر بالمعروف والنهي على المنكر يساوي مجتمع لا أمر فيه بالمعروف ولا نهي فيه على المنكر ما يمكنش لا يمكنه ونخاف ولا نطيحه فك رزق البليك ما يهمنيش أختراسي وضرب أشيء يهمك فيه حتى تغرق الناس الكل قال النبي صلى صار من أصحاب السفينة ويعرفوا الحديث ناس كل يمكن يعرفوه الحديث قال مردوا بالك ميجوج مع اللوطة يحفروا السفينة يعملوا فيها ثقبة وتغرق السفينة بالناس الكل ورايك تغرق بالناس الكل مش يتفاقم المنكر بركة يولي المنكر معروف والمعروف منكر وقتها يجي الخسران حسن سيدي أشرفنا الآن على نهاية هذه الحسة ما هي كلمة الختام وربما أنت من موقعك هذا يمكن أن تؤدي النصيحة لمن يستمع إليك ولمن يشاهد هذه الحسة فبماذا تتوجه إلى الآخر في إطار موضوع في إطار موضوعنا باش نتوجه للمستمعين وأبدأ بنفسي لأن سيدنا يوسف قال إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي الأمر دي ما موجود أمارة أبدأ بنفسك كل واحد يبدأ في الأمر بالمعروف والنهاية على المنكر بنفسه أنقض نفسك الساعة لماذا؟ لأنك أنت كنت في بطن أمك وحدك وهبط للحياة وحدك وستكون مسؤول في الحياة هذه وحدك وستنزل إلى قبرك وحدك وستحاسب وحدك رد بالك مش تأمر في الناس بالمعروف وتنهى على المنكر وأنت تعمل في العكس أنا نقف في الجمعة نعم الجمعة نبدأ نأمر بالمعروف وكي نخرج نعمل عكسه عار عليك إذا فعلت عظيمك كما قال الشعر ما يجيش فاقدوا الشيء لا يعطيه هذه النقطة الأول نبدأ بأنفسنا إذا كانوا نصحت نفسك في الأمر بالمعروف والنهاية على المنكر أخرج أبدأ بالعائلة والأقارب اللي عليك عليهم سلطة ثم جيرانك وكذا يدخل بعد تمشي بشوية بشوية تتوسع الدائرة نقطة الثانية ما يزمناش نقول وراه الأمر بالمعروف والنهاية على المنكر موكول لطائفة معينة روها ذا هو اللي يدمر الأمة وأوصلها إلى الانحطاط وحطم الشخصية الإسلامية فأصبعت كني شخصية أسطورية لا الله أكبر ويصل ويسمع في الجمعة ويقول آمين وهو في الجامعة هو يخرج البره هو يعمل المبيقات أو يتحل الصمت أمام المبيقات أو يمشي الصمت مش حتى كالصمت اللي متاع الخوف والله صمت الخوف قد تجد له عذر لأنه الإنساني خاف صمت اللاموبالات يعني؟ مش اللاموبالات أكثر من اللاموبالات عندكش لفظة أخرى الأكثر من اللاموبالات ننوج عليها نتو صمت هو صمت قبور كائنات أصبحت ميتة يعني لا يكترث بما يحدث ما فيش نور حتى ربي قالوا إنك لا تسمع الصم الدعاء قالوا أفأنت بمسمع من في القبور واللي نقبور متحرك إحنا مرأته قانوا يمشي كذا حطيطيح انتهى أمره ولذلك اللاموبالات ورمي الأمر بالمعروف المنكر على فلان وفلان وفلان لا وعلى المجتمع الآن شوف المجتمع أحنا تو كل الشعب التوسي متفاهم في حاجة الحمد لله هذا أمر بالمعروف قالوا نتفاهم ؟ الهوية العربية الإسلامية لنتسمح الهوية الهوية هي البئر العميقة الهوية العربية الإسلامية كلمة متفقين عليها الكل تو الحمد لله هذه نقطة إيجابية لأننا رجعنا للمجال التداول متاعنا ورجعنا نقطة الإرتكاث متاع الاجتماع متاعنا والسياسة والأخلاق ولكل طيب إما الهيجنة ما تفهمنا في هذه يعني كل واجب علينا إذن بش نأمره بالمعروف وأنهي أنهي عن المنكر من دون مزايدات ثم نبعده عن العنف في الأمر بالمعروف وأنهي عن المنكر مهما كانت الحالة ونبنو مؤسسات المجتمع يعني هذه الجمعيات اللي ما يسمى بالمجتمع المدني المجتمع المدني هذه تقوم بدور كبيره في الأمر بالمعروف وأنهي عن المنكر بش ما نبقوش كأنه وش نهو الأمر بالمعروف وأنهي عن المنكر تيج معا يتحدثوا في جامعة وخرافات وكل مشايخ الكبار وناس متخلفين روهكا مشافي ذهننا مشافي ذهننا هذا حتى أصبحنا خارج التاريخ لا خارج الاستخلاف فقط طحن نحن لعن الاستخلاف حتى تاريخنا قريب بشي ضيعة إن شاء الله لك نلحق بآخرين نعم شكرا لك سيدي والآية التي أختم بها يقول الله تعالى في سورة التوبة التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين بشرة من عند ربي لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واللي بشر ربي لا يسقط له هذه البشراء شكرا جزيلا لقبولك دعوة الحضور معنا شكرا لكم أحذتي لمرافقتكم لنا إذن نستخلص من هذا الحديث أن الله عز وجل كلفنا بمهمة الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر جعلهما من التكاليف الأساسية ولذلك علينا بطاعة الله عز وجل وعلينا أيضا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا لا تآخذنا النسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واخفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى